لم تكن يوما هكذا فلطى لما اكتبت هذه الباحات والأماكن بالحركة وضجت بسيل الضحكات المتدفق من عيون الأطفال والكبار هنا كانوا وهنا مضت أيامهم وأعمارهم فكانت الحياة قبل أن تشعل فيها الميليشي النار لتجعل منها مسرحا مفتوحا للخراب خرجنا منهم من خرج إلى الجر ومنهم من خرج إلى الحزم وحد إلى مهرب والحوثيين فجروا المنازل الكاملة وكما تشوفوا البيوت كل أبوها مفجرة إنها الحرب لا حدود لويلاتها وثقوبها السوداء في قلب مدينة الغيل الدمار وصور اشتثات الأرض والإنسان وتوقف حركة الحياة ما يتضح هنا لا سيما بعد أن تسببت الحرب بتهجير جماعي لما نسبته 15 ألف نسمة من السكان تقريبا لا يوجد فيها لا ماء لا كهرباء ولا حتى تعلم ولا حتى تعليم الأبناءنا والبيوت مدمرة بين قتيل أجهزت عليه الحرب ومشرد يعيش مؤساة النزوح تقاسم سكان هذه المدينة خيارات الحرب وعذاباتها القاسية بيد أن الأمر لم ينتكي عند هذا القدر من الخراب ونزوح السكان هربا من الموت لكنه طال حياتهم التي حولتها الحرب إلى جحيم مضى عام على تحرير مديرية الغيل من الميليشيا لكن مشاكد الخراب وما سببت الحرب من دمار وويلات ما تزال شاكدة على أثر النكبة التي حالت دون عودة الحياة إلى هذه المناطق من محافظة الجوف والتي دفعت الثمن باخضا الذكرى السنوية الأولى لتحرير مدينة الغيل تأتي اليوم فيما لم تتعاث بعد هذه المدينة من خرابها الكبير إذ ما تزال جدرانها تسيل وجعا وبانتظار من يشيدك أو يرمي مجراحاتك النازفة بوجع الحرب أسر قليلة وإن كان معظمها لعسكريين من خارج المحافظة توافدت إلى هنا محاولة إعادة إيقاع الحياة وسط هذا الخراب الذي صار ملجأ للقادمين من البعيد الفارين من الميليشيا ونارها إلى فصول الغبار انضلقنا من بلادنا شاردي من الحوثي إلى هذه البلاد أردنا الآمن وأردنا الراحة وأننا موجود الآمن ولكن لا توجد الراحة خدوش في وجه الجدران ومنازل شبه واقفة هي كل ما تبقى لأهالي مدينة الغيل المهجورة التي حولت الميليشيا إلى مبكا في مسيرة موتها ودمارها الممتد في مهرجان الحرب ورهاناتها الخاسرة علي الجرادي قناة بلقيز الجوف اشتركوا في القناة